أحسنا بكم حبائي في حلقة جديدة ولقاء جديد مع برنامجكم آيات صعبة أو آيات عسرة الفهم عارفين أن الكلمة الله اللي بين إيدينا كاتبها هو الله نفسه وما أعمق أفكاره عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء كلمة عميقة جدا جدا وزا ما ذكرت مرات كثيرة أن الإنسان البسيط جدا يقدر يقرأ كلمة الله ويتفهمها ويتفاعل معها لكن فيها آيات عسرة الفهم والآيات اللي عسرة الفهم مش أي حد يفسرها أو يتصدى لها لكن زي ما قال بوترس الرسول لا يتصدى لها إلا العلماء والسابتين والفاهمين في كلمة الله أحد هؤلاء بفحل إيثنا النهاردة الأخي السفرياط أهلا بيك يا أخي السف مرة ثانية آهلا أهلا أخي آه إيثنا النهاردة أو موضوع النهاردة المجاء في إنجيل يحنى إصحى عشرين من عدد حداشر لعدد طمانتاشر ولو تسمح لي وأحبائي مشاهدين يسمحوا لي أن أنا الجزء ده عن مريم لما جات عند القبر الرب يسوع وأنها لا تلمسين بيقول الكتاب في إنجيل يحنى إصحى عشرين وعدد حداشر أما مريم فكانت وقفة عند القبر خارجا تبكي وفيما هي تبكي إنحنت إلى القبر فنظرت ملكين بثوب بيض جالسين واحد عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا فقال لها يا إمرأة لماذا تبكين قالت لهما إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوا ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم لم تعلم أنه يسوع فقال لها يسوع يا إمرأة لماذا تبكين من تطلبين فظنت تلك أي مريم أنه البستاني فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذها فقال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم فقال لها يسوع ده موضوعنا النهاردة قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى إخوتي وقول لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فجاءت مريم المجدرية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هالة الحقيقة السؤال لخي يوسف هو عبارة عن سؤالين في سؤال ليه الرب بعد ما قام من الأموات قال لها لا تلمسيني يعني إيه السر أنه قال لها لا تلمسيني السؤال الثاني لو شفنا نفس الحادثة اللي جاء في إنجيل متى إصحح 28 وعشرين وعدد وعدد سبعة بنلاقي إنهما أمسكت وعدد تسعة وفيما هما منطلقان لتخبرت تلاميذه إذ يسوع لاقاهما وقال سلام لكم فتقدمت وأمسكت بقدميه وسجدت له يبقى السؤال الأولاني هنا ليقصد إيه رب إنه ما تلمسينيش بس في نفس الوقت بنلاقي في متى 28 سجدت وماسك القدمي طيب ناخد السؤال الأولاني وبعدين نرحل التانية الأولاني لا تلمسيني في الحقيقة بعد قيامة المسيح من الأموات وأول ما ظهر الرب لأي حد كان لمريم المتلين يعني ده أول ظهور للمسيح بعد القيامة قال حاجتين مهمين أوي مش حاجة واحدة بس أول حاجة قالها في عدد سبعتاشر والتانية في نفس الآية عدد سبعتاشر برضو بس اللي اتنين جداد إيه حاجة الجديدة الأولانية طريقة تعامل جديدة قال لها يسوع لا تلمسين لأني لم أصعد بعده إلى أبي ولكن اذهبي إلى إخوتي لقب جديد اللي هو إخوتي يبقى فيه بعد القيامة طريق التعامل جديدة ولقب جديد ما كانش ممكن الطريقة دي قبل الموت ولا اللقب ده كان ينفع يتقال قبل الموت قبل الصليب لكن بعد القيامة الوضع تغير زي ما بيقول الرسول بوليس في كورينتوس الثانية خمسة نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد يعني باعتباره المسيح فإننا الآن لا نعرفه بعد ليه؟ لأنه إن كان أحد في المسيح فها خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت وهو ذا كله قد صار جديدا من ضمن الأشياء العتيقة اللي مضت طريقة التعامل الأديمة أنت بتحب المسيح طب اعزمه عندك في بيتك أكله اخسله رجله زي ما ربنا قال لسمعان الفريسي أنا دخلت بيتك ما جبت ليش مية تغسل لرجلية ما قبلتنيش قبلة هذا الأمر كان يصلح قبل ما يروح المسيح للصليب ويموت على الصليب بعد الموت والقيامة نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد حتى المسيح المسيح اللي جاي علشان يملك على إسرائيل بحسب الجسد نحن الآن لا نعرفه بهذه الطريقة وهذا الأسلوب لأنه إن كان أحد في المسيح فها خليقة جديدة خلينا أقول بداية الخليقة الجديدة اللي هو إحنا إحنا باكورة من خلائق ربنا ناوي في رؤية 21 قالت جالس على العرش أنا أصنع كل شيء جديدا بس إحنا البداية إحنا الخليقة الجديدة الأول أطفال وعشان كده تعاملنا مع المسيح مش زي كما كان زمان نتعامل معاه نمسك فيه ونرحب به ويدخل بيتنا نحن من الآن لا نعرفه أحدا حسب الجسد لا تلمسيني يعني العلاقة بتاعة زمان الطريقة الأسلوب بتاعه قبل الصليب بعد القيامة تغير إحنا من الآن نعرف المسيح الممجت كالرأس عشان كده فيه كمان حاجة يرتبطت بالأمر ده وهو لقب جديد المسيح دعا تلاميذه أحباء قبل الصليب لما قالهم لا أعود أسميكم عبيدا لكني سميتكم أحباء لكن ولا مرة المسيح قال عن تلاميذه إنهم إخوة لكن بعد الموت والقيامة بص كده مثلا في النبوة في العهد الأديم مزمور 22 مزمور 22 ده من 31 آية 21 آية منهم والمزامير مكتوبة شعر يعني بيوت شعرية 21 سطر في القصيدة الرائعة دي بيتكلم عن ألام المسيح الآية 22 أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة أسبحك بعد القيامة وعشان كده بعد القيامة جاء يسوع في الوسط وظهر للتلاميذ وقال لهم سلامون لكم وهنا بيقول اذهبي إلى إخوتي أنت دخلتوا في علاقة جديدة ما كانتش وما كانش ممكن يكون قبل الموت والقيامة يعني قبل الموت والقيامة إزاي نبقى إخوالينا ذات نوعية توصن في حياة المسيح لكن بعد الموت والقيامة لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك يبقى إذن عندنا حكتين الرب بيعلنهم لأول مرة لمريم المجدلين الطريقة الجديدة في التعامل لا تلمسيني مش بتاع زمان قبل الصليب أن أرضى أنا حاجة تاني ثم لقب جديد اللي هو اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإله طيب هي الله لا تلمسين لكن في متى 28 بلا أنهم أمسكت بقدمين تفسيرها مزدودة التفسير المباشر سهل وبسيط بنفهمه من لا تلمسيني لأني لم أصعد بعده إلى أبي وبعض المفسرين قالوا أن انطباق الرمز على المرموز إليه في رموز في العهد الأديم انطبقت تماما الانطباق على المسيح في العهد الجديد مثلا المسيح هو الفصح ولما مات مات في عيد الفصح مش كده يعني هما قالوا لا مش هنصلمه في العيد بس كان لازم لأن المسيح هو الفصح كان لازم يموت في ذات عيد الفصح ومات طب لما قام قام في عيد تاني عندهم اسمه عيد الباكورة عيد الباكورة ده في لوين 23 يقول في غاد السبت غاد السبت يعني ايه يعني الحد عاد اللي هو يوم قيامة المسيح فالمسيح قام في غاد السبت لكن ما قامش الواحده قاموا معه حزمة لأن الباكورة كانت حزمة أول الحصاد اللي ما قامش الواحده ازاي اه لو قريد في متى 27 يقول لنا ان لما المسيح اسلم الروح انشقى حجاب الهيكل من فوق الى اسفل والسخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته من الاموال فاللي قاموا من القبور دول دول الحزمة بتاعت الباكورة ايه كم مطلوب من الكاهن باعتبار المسيح هو الكاهن الحقيقي انه يعمل بحزمة الباكورة دي كان الكاهن ياخد حزمة الباكورة طبعا ده من حنطة من شعير او غيره ويذهب بها الى محضر الله ويرددها ترديدا امام الرب ده الكاهن بيعمل كده طب ده الرمز طب المرموز ايه بترموز لايه دي ان المسيح اخذ الحزمة دي وطلع بهم لله الى الاب ورددها ترديدا امام الاب دي حزمة الباكورة وعشان كده قال له انا ليه لسه عندي شغل ما خلصتوش زي ما انتا تكون مثلا اشوفك انا بعد غيبة طويلة اقول لك لازم تيجي البيت نشرب حاجة مع بعض تقول لي اه بس انا عندي مشوار اخلصه و هرجعلك تاني بالضبط المسيح قال له لا تلمسيني لاني لم اصعب بعد الى ابي لكن اذهبي الى اخوتي واقولي لهم اني اصعب ولاحظ الفعل مش سأصعب لكن اني اصعب يعني في التوي والله سأتركك وسأصعب الى ابي و ابيكم و اله و اله بعد ما المسيح صعب الى السماء و نزل تقدمت المرأتين بحسب متى 28 الاية 7 تقدمت و امسكت بقدمي ربنا سمح لهم علشان يؤكد لهم انه ليس روح لان كان عرضة لو ما كانوش جسوه و مسكوه وتأكدوا انه هو فعلا زي ما المسيح بعد كده لما ظهر للتلاميس في العلية بحسب لوقه 24 انهم جسوه لان الروح ليس له لحم و عظام كما ترون انتو ليه خايفين و لماذا تخطر افكارهم في قلوبكم انتو فاكرين ان انا روح ان انا خيال لا انا حقيقة و عشان ااكد لكم ان انا حقيقة جسوه و بعد كده قال تومة برضو عشان تتأكد ما تبقاش غير مؤمن بل تبقى مؤمن تعال يا تومة حط ايدك في جنبي المسن يا تومة انا عاوزك تبقى متأكد مية في المية ان انا يسوع اللي اتصلاب انا قمت من بين الامور مش روح مش روح ولا خيال ولا خيال و دي اللي جات برضو في انجل يوحانا صاح عشرين بالظهر لما جاء بعد 8 أيام والتلاميس مجتمعين في العلية لما رب ظهر للتلاميس في العلية اللي هم جسوني لكن لما ظهرت المسيح عمواس مقدروش يعرفوه لكن عرفوه بس عند كسر الخبز ايه معنى كده خير او ايه مدلول كده نا بحسب ما اعلم يا اخ بيتر ان المسيح لم يعرف من منظره بعد القيامة ابدا لكن عرف من افعاله يعني مثلا مريم المجدلية كانت عند القبر شافته وهي بتدور عليه يعني مش مثلا مش على بالها مش بتفكر فيه ده هي بتدور عليه وشافته حتى تقول له يجبه يخلق من الشبه اربعين لا ما جايش على بال افتكرته ان البستاني وبعدين عرفته ازاي لما هو نداها قال لها يا مريم مريم بصت قالتو ربوني الذي تفسيره يا معلم قال لها لا تلمسين فاول ظهور ما عرفتهش مريم مع انها بتفكر فيه ومشغولة بيه ومحروقة عليه وهو قدامها ما عرفتهش برضو تلميذي عمواز ده بقى قول ام واحد يمكن يقول مريم كانت عينيها مليانة بالدموع ما قدرتش اتميز معزورة طب اتنين تلمسين بيتكلموا عنه وهو اقترب الهيما وكان يمشي معهما خمس داقاي لا دايمكن خمس ساعات دا ستين غلوة يعني مشوار طويل قوي ومشين وانا بيتقلم الكتر ما الكلام عجبهم يعني كانوا بيمشوا على مهل لان بيقول لنا بعد كده قلم يكن قلبنا ملتهبا فينا هما طلعوا الصبح قبل ما تيجي مريم المجدلية وتبشرهم المسيح قام سابوا للدنيا لانهم قالوا حنتهلوس يعني القعدة هنا حتهلوسنا بعض النساء مننا حيرننا اذ كنا باكرا عند القبر لم يجدنا جسده لكن رأينا منظر ملائكة قالوا انه حي اما هو فلم يراوه فاخدوا بعضهم ومشوا ووصلوا الى عمواس عند المساء نحو المساء وقد ما للنهار يعني مشوار طويل طب مشيتوا معا خمس ست ساعات حدش فيكو عرفوه يقول لنا في انجيل ماركو الستاشر ظهر بهيئة اخرى يعني انت عرف لو انا مثلا جيت لبستلك لبس مثلا فلسطيني او لبس واحد يمني او لبس اي حاجة زي كده انت لما تبص علي يمكن من الوهلة الاولى ما تفهمنيش لكن ده ماشي معا مشوار طويل برضو ما عرفوش غير من فعله عرفاه عنده كسر الخبز مرة تالتة لما ظهر السبع تلاميذ اللي في القارب عنده بحر طبرية كانوا الصبح وناداهم يا غلمان العلا عندكم اي دا ما قالوا له لا قال لهم القوا الشبكة الى جانب السفينة الايمن فتجدوا القوا الشبكة جوم يجزبوها ما بتطلعش من كتر السمك فقال يحنى فورا هو الرب مش ده يشبه للرب مش عارفو من شكله لكن ما حدش يعمل الشغلاء دي ويقول لنا في جانب السفينة الايمن نرمم نلاقي سمك مش عدد مالوش عدد كتير جدا وكبير جدا يبقى هو هو الرب يبقى التلاميذ لم يعرفو بحسب علمي المسيح من منظره لكن من فعله وانا عندي تعليق على تالي احنا احيانا كتير اول ما نقول سيرة يسوع على طول يخطر على بنا الصور الصور دي ده من خيال واحد خواجه جي بعد مئات السنين تخيل اجمل منظر يقدر يتخيله عمل بشكل المسيح لكن هو ايه في الحقيقة هو بحسب علمي انه هو يختلف عن ده او بلغة ملكة سبا لما شافت سليمان وماجد وقالت ياه ده صحيح الخبر اللي سمعته عنك بس هو ذا النصف لم اخبر به يعني هو حلو بس لما هنشوفه هنكتشف انه احلى مما كنا نظن حاجة تانية نحن لا نعرف المسيح من شكله لكن نعرفه من فعله عمله حضوره يعني لما يولع قلبك في اجتماع مثلا انه بقى في اجتماع وبعدين نلاقي قلبنا مولع ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا طب انت شفته لا ما شفتهش بس حسيت انه هو حاضر كان حضوره يكاد يلمس في الاجتماع يبقى فعله او لما يدي لي التعزيات في وسط الهم الشديد انا اكون في ظرف صعب ولاقي ربنا سند يوم عزين اقول اه ده انا كأن ربنا كان معايا في وسط اتون النار بيتمشى طب انت شفته بعينك لا مش بعينيه دي لكن شفته بالسلام اللي بيفوق بالسلام اللي بيفوق يبقى اذا معرفة الله مش بشكله لكن معرفة الله بنتائج عمله العجيبة اللي بيخلي اليائس الحيران بيخليه سعيد ونشيط وقلبه مولع زيت المذاي طب اخي يسوف سؤال تاني هل رب يسوع الآن يعني كابن الانسان احنا عارفين ان هو جلس في يمين العظمة هل هو ما زال كابن الانسان ولا دي كانت مرحلة وانتهت وخلاص يعني في اللحظة دي في الحياة فعلا في ناس كتيرة للأسف مؤمنين حلوين لكن بيظن ان المسيح كف عن ان يكون انسانا يعني هو جي وبيه انسان لغاية الصليب بعدين قام ولما صعد انه نومور انسان بزف انتهت المرحلة دي انتهت بس التفكير ده ضدك المطلع ضدك المطلع لان فيه اياه صريحة امسك اياه اولا واقول ان مثلا لما بيقول في تموساوس الاولى اثنين لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس يقول لنا مش يسوع المسيح الانسان الانسان يسوع المسيح واذا هو الانسان هو رئيس كهنة وكان ينبغي ان يكون رئيس الكهنة مأخوذ من الناس عشان كده رئيس الكهنة اللي على رتبة ملك صادق اللي هو الرب يسوع المسيح يسوع المسيح وحده وليس سواه هو انسان وفيه ترتيلة بتتكلم عن الفكر ده جميلة بتقول هو انسان فيرثي لحدوث اتضعف مننا وإله فينجي قادر أن يعفو عننا يبقى هو انسان وهو الله هو انسان عشان أجيله ما أخجلش منه أجيله هو الوسيط انسان عشان مش محتاج لبطرس تروحي لربنا على طول ما هو انسان هو انسان بس مش انسان بس لكن انسان وكمان الله عشان كده إله واحد ووسيط واحد الوسيط لازم يبقى يقدر يحط ايده على الانسان لأنه انسان ويقدر يحط ايده على الله لأنه الله فهو ده الوسيط جب لي بقى وسيط يتوفر فيه الصفة الصفة الاولانية انه انسان والله والحاجة التانية انه بذل نفسه فدية لأجناء كمين لما بيتوسط لي بيتوسط لي يقول يوسف يستحق الموت بس انا موتت بدالي تقبل يا الله فدية نيابة عن يوسف الله يقول له طبعا اقبلها لأن يوسف لو ترمى جهنم الاف وملايين السنين مش هيوفيني حقي لكن انت ايها الابن الكامل المطيع لما موت على الصليب وفيت يبقى اقبل اذا المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس لأنه الله ولأنه انسان ولأنه ايضا بذل نفسه فدية لأجناء الجميع لما ييجي المسيح ويملك هيملك على العالم باعتباره ابن الانسان لأن الله فكرته وخطته ان الانسان يتصل مش ده اللي قاله في تكوين واحد بس في تكوين ثلاثة خربت خلاص ربنا غير كلام وربنا ما بغيرش كلام بس ادم ما نفعش ربنا عنده جاب نوح بعد ادم برضو نوح ما نفعش جاب شاول بعد نوح ما نفعش شاول جاب داود رجل حسب قلبي داود ما نفعش ونسل داود ما نفعوش جاب نبو خزنصر اهو نجرب الامم ما نفعش جاب داريوس ما نفعش جاب اسكندر الاكبر على طب مين اللي ينفع يبقى المشروع فشل لا ربنا عنده رجل مشوراته الانسان يسوع المسيح اللي حيملك على الارض لو ارد في دانيال اصح سبعة الاية اتناشر ورأيت مع سحب السماء شبه ابن انسان جاء وقربوه الى القديم الايام واعطوه ملكا وسلطانا وملكوتا لتتعبد له جميع الشعوب والقبائل والأمم والألسان ملكوت وملكوت ابدي وملكه الى دور فدور يبقى المسيح لما يملك على كل الارض هيملك باعتباره الانسان سيظل المسيح هو الانسان دون ان يكون في لحظة عن انه هو الله فالمسيح هو الله وهو الانسان لما نوصل السماء هنشوف مجد الله في وجه يسوع المسيح الانسان امين امين ده كلام رائع جدا جدا يا اخي يوسف طيب في الدقايق اللي فضله تحب توجه الكلمة اللي احبقنا المشاهدين فيها نوع من التشجيع على اراية كلمة الله والتعمق فيها والتلسس بها وجد كلامك فأكلته ان كتير فعلا عماق كبيرة جدا في كلمة الله وللأسف كتير البعض بيعدي عليها بسطحية كاملة بدون التعمق فيها طيب قبل ما ارد على سؤال حضرتك تسمح لي ان القي بعض الضوء على صفات جسد القيامة اللي المسيح قام به من الاموات لان برضو احب ابرزها علشان الناس تبقى في ذهنها يعني مثلا المسيح قام من الاموات مش كده بس لما جي دخل للتلاميذ في العلية دخل والأبواب مغلقة مغلقة خبط على الباب لا لقوه الأبواب مش مغلقة مغلقة في فرق مش كده طبعا يعني مغلقة يعني قفلنها مغلقة يعني انا بتقلي حطين متاريس وترابيس ويمكن حطين شوية كراسي ورا الباب زي ما احنا بنعمل احيانا لما بيكون في خوف من الارهاب يعني مثلا اللي عنده اللي ناوي يقتل ده انا حيخاف من الكرس اللي حطه ورا الباب بس الواحد عاوز يحصن نفسه انا بتاري التلاميذ كانوا مغلقين من الأبواب بصوا لقوا المسيح في الواصل طبعا انا اضطربوا قال لهم سلام لكم نفس الحكاة حصلت بعد ثمان تيام كمان رحلة عمواس ماشي وماشى مع التلاميذ الى عمواس مشوار طويل بس لما سبهم اخذ المشوار راجع اخذ برضو كم ساعة لا ده مش بس كده احنا لما كنا بنقول انه رحل السماء بحزمة الباكورة ورجع طب ده بيقولوا ان ابعد نجم عن الارض او ابعد مجموعة شمسية ملايين السنين الضوئية وبحسب ما نعلم ما فيش حاجة اسرع من الضوء يعني ربنا اخذ كم مليون سنة عشان يوصل الى عرش الله لا مش كم مليون سنة لحظة ورجع من هناك في لحظة واحنا لما هيتم اختطفنا لو احنا مثلا تحت الاعلى برج في العالم او اعلى عمارة ناطحة سحاب في نيويورك واحنا في الدور الاولاني وجي المسيح وقتطفنا هنطلع ازاي هنطحم وحنعد في المسلح ده يفوت نفوت في المسلح الجسد القيامة يفوت وعشان كده البعض برضو بيظن خطأ ان المسيح عندما قام من الاموات جي الملك ضحرج الحجر عشان المسيح يقوم والحقيقة ان المسيح والحجر موجود اهم زي ما دخل والابواب مغلقة قام والحجر موجود لكن جي الملك وضحرج الحجر مش عشان يساعد المسيح ان يقوم لكن عشان يأكد للبرة للمريمات ان المسيح ليس هنا في القبر لكنه قططام كما قال صفات جسد القيامة عجيبة جدا زي ما قلنا تنتقل في لمح البصر بدون يعني تقطع ملايين مش هقول الكلمترات ملايين السنين الضوئية في لحظة لما ييجي المسيح في لحظة في طرفة عيد هنكون معاه في بيت الان مش كده دي مواصفات جسد القيامة اللي منشوف عينة منها في المسيح المقام من الامور أما النصيحة التي أقدمها لإخوتي أدي كلمة الله غالية ولذيذة وحلوة الملاك قال لي يحنى وقبليها كان قال لحظ قيال النبي قال له خد الدرج وكله ناكل كتاب آه آه لأن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل لكل كلمة تخرج من صم الله أدي أنا فرحان ببعض الناس الراجعين للمسيح بعضهم جايين من خلفيات غير مسيحية بس جم بشهية يا سلام يا سلام على الشهية المفتوحة لكلمة الله أنا لا أنسى واحدة من قابلتهم من النوع ده كانت بتسألني أسئلة في منتهى العمق في كلمة الله بعد أن قلت لها أنت بقى لك كم سنة قرأ في المسيح قالت لي ست شهور قلت لها ست شهور وعرفة ده كله قالت لي آمنة أنا باكل كلمة ربنا وأنا بنصح المشاهد يا حبيبي مش هتلاقي في الكون أحلى من كلمة الله أشهى من الذهب والإبريز الكسير وأحلى من العسل وقطر الشهاد أيضا عبدك يحضر بها وفي حظها تواب عظيم يا واحد قال الكلمة الله مش اللي بين إيدينا مش نظام اقرأ لكن نظام كل كل بالضبط شكرا لك أخي يوسف على الفرصة الرائعة دي حبائي بنشكركم لمتابعتكم إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار أو إذا كانت قابلتك آية صعبة أو عسرة الفهم بكل سرور اكتب لنا على البرنامج وهنا تناولها في حلقات قادمة وإلى لقاء جديد أستودعكم جرعة القديم شكرا للمشاهدة